طوال الفترة التي قضيتها السيرة في يد داعش كنت قد فقدت الأمل وكنت أقول في نفسي بأنني لن أعود إلى عائلتي أبدا وأنني سأظل بلا أهل ولا أقارب وأن أحدا لن يأتي لإنقاذي حاولت الانتحار مرات عديدة ابتلعت الكثير من الحبوب وقفزت من سطح البيت الذي كنت محتجزة فيه ولكنني لم أمت وفي كل مرة كنت أقول لنفسي ربما أنا لا أنجح في الانتحار لأن قدري هو أن أتحرر في يوم من الأيام وأعود للعيش مع عائلتي بسلام أنا غضبة لما فعله داعش بنا من كل قلبي أتمنى أن تتم محاكمة هؤلاء الوحوش واحدا واحدا وسأكون شاهدة على كل ما فعلوه بنا المحزن أن الكثير من الناس لا يريدون أن يصدقوا أن عناصر داعش فعلوا بنا كل هذه المآسي أن تتحرر الفتاة من السبي ليس نهاية آلامها فذكريات المأساة التي واجهتها محفورة في نفسها وتعود لتواجه صدمة أخرى فقد تجد أن عددا من أفراد أسرتها لا يزال في قبضة التنظيم أو أن أخا أو أختا قتل في هجوم لداعش أما العائلة فمعرفة التفاصيل التي أحاطت بحياة ابنتها خلال الأسر كفيلة بكسر قلبها يزداد ذلك إن كان أفراد منها لا يزالون أسر عند داعش بعد عودتك من الأسر كم فرد من العائلة بقي في الداعش؟ لدي ثلاث أخوات ما زلنا أسيرات في قبضة داعش أحدهن أكبر مني في العمر والأخريات بعمري ثماني وأحد عشر سنة لكنني لا أعرف عنهن شيئا حتى الآن والدتي لا تحب حديثي عن داعش وفعالهم فهي تفكر بأخوات الأسيرات لدى التنظيم وهي لا تحتمل التفكير فيما يحصل لهن الآن هل ما زلت والدتك تحسن حين تتحدثين عن مأساتك؟ نعم أكيد هي تشعر بالحزن وتتضايق كثيرا أحاول دائما أن أجعلها لا تتضايق فأنا لم يعد عندي غير والدتي